كلام النسوان الرياضي الحقيقة أو شغل النسوان الرياضي شغل النسوان الرياضي قبل ما يكون ده رأينا ده رأي تامر أمين اللي انزعج جدا من هذا الترد اللي وصلت له بعض البرامج الفضائية الرياضية نسمع تامر أمين في شغل النسوان الرياضي يمكن حد يفوق فيه ناس إعلاميين باين عليهم انهم او حتى بيقولوا انهم اهلوية او زملكوية بس كيادين يعني تحس في كلامه عدم المنطقية وانهم البلد كده على رأي امامها عشور ايه فيه ناس كده هجصين شمتين كيادين يطلعوا بس عايزين ايه يسخنوا ويبين محبته لفرقته فيقوم محفل على الفرقة التانية بشكل لا يليك خصوصا في الاعلام ممكن فيه حاجات تنفع على السوشال ميديا لكن لما تكون اعلامي ولا تكون محلل ولا تكون كابتن محترم او المفروض تبقى محترم لازم كمان طريقتك تبقى محترمة انا بقول اهو وباعلن على الملأ واعلنتها من سنين وما زلت اعلنها انا اهلاوي صميم لانه انا مش من انصار فكرة ان انا لا والله انا زم اهلاوي انا لا كده ولا كده ولا مفيش حاجة اسمها كده وجمهور مش احترمك لما يعرف ان ان انت مليك شنون لا انا اهلاوي بس اهلاوي بشجع فريق الاهلي وهنا بقول الحق تقول الحق وباعلن تعلن انت باقك زي ما انت عاوز لكن فكرة انت تكيد وتحفل وشغل النسوان الرياضي الحقيقة مش حلو وبيوقع في الاخر صورتك وقمتك من الناس تخلي اللعيبة الصغيرة الام عشور 22-23 سنة يتري عليك ويخلص عليك بالشكل ده انت وغيرك يعني انت وغيرك لان الحقيقة المكايدين والمحفلين بالطريقة الرخيصة دي في وسائل الاعلام كتار ومدام فتحت بقى هو الناس فهم ان يمكن قصد يعلمين بس الحقيقة مش هو الوحد لا ده في ناس بيستضفهم في البرامج والحقيقة هم بيستضفهم عشان كده لان هم برامج مشاهدتها صعبة شوية في قنوات مشاهدتها ومستواها صعبة شوية او يعني متوسط شوية فاقولك لو اشتغلنا عادي ما حدش حاجلنا فلازم نجيب الناس اللي بيعملوا سبيسي بيعملوا توابل الحرقين مش مهم بقى الناس دي بتفهم كرة وده لا اساسا تاريخهم في الكرة ايه ده لو بشوف لعيبة مستضفين يعني في البرامج يا محللين قسم بالله لو جبت عشرة في الشرق كان ملعب فين ده ولا تنفكر له اي حاجة تنفكر اسمه لكن في النهاية اهو رزق الهبل على المستضفين او رزق الهبل على الاعلاميين فانا ارجو ان احنا ننتقي ونختار الضيوف اللي بنجيبهم والمحللين اللي بنجيبهم علشان ده في النهاية بيمثل اولا صورتنا اذا كنت بحترم نفسي وبحترم المشاهدين اللي بتفرجوا علي فلازم نفرزهم ونختارهم ونعمد الى الاعلام المحترم كلام المحترم ما عنديش مشكلة نتشجع الاهل او تشجع الزبالك بس نقول كلام منطقي يخلينا احترم ماكو عرف اتكلم معاك لكن اي حقص في اي كلام زي اللي بيطلع دلاتي على كتير من الوسائل الاعلام الرياضي الحقيقة هو ده اللي بخلي اعلامنا الرياضي حالته صعبة جدا وبالتالي وساطنا الرياضي حالته صعبة جدا طب ايو هو طبعا ما بيقولش يا سماء لكن بيشاور والحقيقة ابتدت البرامج تتكرر بنفس المشهد يعني وغمضت عينك وما فرقتش بيه الاصوات يتالك نوقع نفس البرنامج بنفس التوجه بنفس الاسلوب تجيب الناس وتستفزع على بعض ويقعدوا ناس تششم وناس ولعيبة فعلا فجأة 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 طول عمره يبقى ما بيغلطش في حد ما بيسقش لحد وانتبقوا ده ما حدش عارفه وفجأة يطلع انه اكتر واحد بيخر دم عشان نادي الزمالك وانه هو اصل انا وكل حاجة وكل ده انت حر بس اذا تجوزت في حق الاهلي لا وقفة بقى وقفة في حساب اللي يقول اموال حرام ده لازم يحاسب يحاسب حساب حقيقي اللي يقولك الاهلي بيشتغل كده نسا يحاسب دي مش الفاظ تقال على النادي الاهلي ابدا ولا على النادي الزمالك ولا علي نادي هذا امر لا يليق اطلاقا لانك انت ماشي قبلت انك تلعب الدور ده انك تبعان مختلف قوي وخدف سكت يعني مش هقول ايه لكن انت حر في نفسك لان في الاخر هذه المستويات لا يقبلها الا يعني اعلام بلغ درجة التدني في مسؤوليات الاخلاقية والمهنية هو هو لا تقوليش انه عايز يا عم بيدغضغ مشاعر مين بعض الناس اللي بتحب النوع ده وتحفل لاني ما عندهش حاجة تانية مش هتعرف تحتفل ضدك كنادي اهلي الا انك شوف حد ايوه ده اعلام يعني احنا مش قاعدين على مصطبة بلدي احنا منخطب الاعلام يا صد اضم كل الالوان اي ولا يمكن انك انت تسيطر على يعني ملايين لكن لما تلاقي ناس بتكلمهم عشان ترضيهم وتغذيهم بهذه المعاني عشان كده لما بنحتفي بحد يكون زمالكاو اللي بتاع بس عنده قدر من الموضوعية احنا بنحتفي بيه لان نماذج محترمة عايزين هتكتر وعايزين هتكتر في المعسكر الاهلاوي المعسكر الزمالكاو والمعسكر الاسماعلاوي كل المعسكرات هو ليه ليه مين اكتر شعبية بعد الاهل والزمالك بقى بحكم التعداد الاتحاد والاسماعيلي الاتحاد ثم الاسماعيلي بحكم التعداد الاسكندري اكبر من اسماعلاوي مش كده ليه ما فيش مشاكل من جماهير لتحاد السكندري مع الاندائب هذا العنف لان محدش راح غزة هذا الاتجاه المريض عندهم انما المحافظات الزغيرة يسهل السيطرة على الاعداد المحافظات ديقة بقى تروح السويس تروح الاسماعيلية تروح ولون السويس يعني دلوقتي كتير من اهلوية وفي الاسماعيلي فيه كتير اهلوية وفي بورسعيد فيه كتير جدا اهلوية يعني انت عملت احصائها هتجد نسب تفوق لكن اللي مسموعين مين الشلة اللي انت قدرت توصلها وتغير دماخ وتغير دماخ فكل شواء قولولهم ايه ما بلعبش في اسماعيلية اهو انت ولمصر بتلعبه فيه وحصل مشاكل طيب لعبت بتفرغ لعبت الاسماعيلي انت اخدت منهم اكتر من اللي اخد بالزبط كده بالاعداد قلنا لكم انت واخد 24 عشر وهذا ات والاسماعيلي واخد منك كم واخد كم الزمالك واخد منه فلوس قد ايه وانت تسببت في يوم من الايام بص يد ثلاث ارقام اللي قمار بحفظ الاهل واخد من الاسماعيل لسبعت عشر لعب او الزمالك واخد من الاسماعيل 19 لعب الاسماعيل واخد من الاهل 24 لحد كلام جميل وفلوس قد ايه في الصفقات المباشرة فلوس كتيرة كتيرة طيب حصل مرة واحدة الاسماعيلي تهز نتيجة تهزيز الصفقات ولا كان الاهل بياخدوا ويدينوا العيبة يعني انا خدت محمد عبد الله للأسف للأسف لا للأسف بس خلينا اقول المعلومة خدت الكابتر محمد عبد الله وخده محمود شيكو وفلوس خدت الكابتن شريف عفضيل والكابتن احمد صديق وفلوس كتير كل لعيب وكل لعيب الا الكابتن عبد الله سعاد كان فضله ستوشر حمش بلاش خده سبعة ونص مليون جنيه انت في ستوشر طب هل الاهل ما كانش يقدر يستنى ستوشر كان يقدر بس كان حريص ان يمشتغل بطريقة وين وين انت وهذا حقيقي والله كانت الرغبة في دعم النادل اسماعيل ولقوف جنبه انت عمرك محردت لعيب ان يسيبه بدليل ان صفقة شريف عفضيل تحديدا ده هو كان الاستغنى رايح زمالك واخوه قعد في زمالك يعني انت خلاص سبته انت مش عايزه فهو قالك لا عايزة روح الاهل هو عايزة روح الاهل فتغير مصار الصفقة وخدت فيها لعيب افادت جدا بقيت تفاصيل كتيرة في الممتعة دي يعني اللي بعايزي فكر بموضوعية نقوله هات لعيب لعيب ونتكلم انما كلام في المطلق بقى عشان الغلواشة هنفضل في الغلواشة دي كتير طيب امام عشور نقطة جدل زمالك باعه الميتلند الدنماركي بتلاتة مليون دولار الراجل زمالك اللي بايعه زمالك اللي قابض الفلوس ومدربه اللي في الدنماركي يورو تلاتة مليون يورو تلاتة مليون يورو الراجل ما تأقلمش هناك والمدرب تغير وحب يرجع مصر وميده قالك انا كلمت مسؤولين في الزمالك كتير عشان يرجعوه مهتموش وكل نجوم الزمالك قالوا الكلام ده القدامى الاهلي فوض ميتلند امام عشور رحب جدا بالاهلي وديكوا شايفين خطواته ربنا يوفقه ويزيده انا بس عايزة رضا لأ ونبي فيه حيطة ما تتعديش عشان تشرحه واحدة واحدة الكلمة الجديدة كبري كبري فيه كبري بتلاتة مليون يورو طيب لو الاهلي ما باعشوا وقتها الكابتن حمدي فتحي وبقى عنده التلاتة مليون يورو اللي اخدهم عشان يسددهم في الصفقة دي ويعود غياب الكابتن حمدي فتحي انت كل شيء له سبب فني يطلع واحد يقولك ده كده نسا ما هذا العبس ما هذا الكلام ويقولك كبري فيه كبري يا عم تعال خد اللعب اللي انت عادي وعمل للك كبري خمسة مليون وثلاثة مليون وثلاثة مليون يورو ايه الكباري دي لا ما هي دي ادمغة يعني فاشلة وما فاشلة كده دي بغنات مش هتقدر تراكد كده ان فيه ناس بتصدق الالحاح فيه ناس بسيطة علشان دي احنا بنتكلم ممكن يريح هذا الكلام فتصدقه علشان كده احنا بنتكلم امام عشور يطلع واحد زي رضا عبد العال يقولك الاهل ياخدوا كيد نسا كيد نسا في مين والاهل لو مش محتاجوا فنيا حيدفع ثلاثة مليون يورو لكيد نسا ايه النسا دي بقى نهيكوا على ان الكلمة اصلا مفترض عيب عيب يعني عيب في حق السيدات جدا لكنه كل واحد وثقافته ما فيه ناس دماغاتها ما فيهش الا الحت دي ولا يطلع على الشاشة ويخاطب رأي عام وفي حق المرأة وما حدش بينزعج على فكرة ولا حد بيداق انما يقولك السودان احس عشان اول بطولة شارك فيها مع الاهل الاهل اخسرها ما كانش مطلوب ان الاهل لا يكسب كس العالم للاندية مبدئيا ويقولك بطولات سهلة طيب لو هي عم رضا نحس ووشه وقفة والكلام الفارغ بتاع الادمغة الفاضية قوي ديت رضا عبدالعال اول مباراة شاركها للاهل قدام في مباراة القمة الاهل خسر الصوبر في مطش الزمالك في جوهانسبرج هل حد يقدر يقول كانت اول مباراة اول مباراة قمة ليه هل حد يقدر يقول وشه وقفة ده كلام ناس اقل ما يوصفوا به يعني فيها قمة الجاهل باي شي صدقوني لكن يجي الرد والانزعاج من اتنين واحد كان جاي الاهلي ولما رجع في كلام والاهل قال له تفضل خد عقدك وهات الفلوس بمنتهى الاحترام والشياكة وواحد جي النادي الاهلي وعارف كيمة النادي الاهلي بعد ما كان لعف الزمالك وائل القباني وطارق السعيد الاتنين علقوا على هذا التهجيص الشديد نشوفه تصريح امام عشود بعد المباراة انه هو كان بيتكلم انه يرد على الناس اللي قللوا من قيمته وكان الكلام بيخص كابتر ريد عبد العيد كابتر ريد عبد العيد دلوقتي يرد عليه وقال له ان انت وشك نحس على النادي الاهلي ما فيش حاجة اسمها هو كان في ميت لاند او كان في الزمالك لعيب كويس فلما جي النادي الاهلي مباشي كويس لا هو لعيب كويس لازم نعترف انا ما نحبش تغيير الاراء يعني اول بطولة مع التحاد العاصمة ومخدهاش وده ممكن يكون وضع طبيعي لان النادي الاهلي جاء مجهود عالي جدا خمس بطولات فلما يقع بطولة او اثنين حتى ما فيش مشكلة لكن لما تيجي تتكلم طب هو خد تلك كاس علم النادي الاهلي كان بياخد تلك كاس علم او طب ما ولوشه نحس ما كانش خد تلك علم حتى ما كانش سيبت حتى في المركز ده طيب هو النهاردة خد بطولة السوبر يعني يعني نحس ضاع فما فيش حاجة اسمها لا ما فيش حاجة اسمها نحس انا حتة دي مش ما بحبهاش اوي يعني فما سهل برق كورة لا هستوفيق وعدم توفيق وبعدين مش لعيب هينحس مثلا النادي كامل في نفس الوقت انت لسه ما دخلتش في ست سبع بطولات والنادي اللي خد بطولة واحدة فيهم عشان تقول نحس انت لو عايز تنتاكت حد تنتاكت كورة يعني انا مثلا لما اجا انتاكت طريق السعيد او اتكلم من كورة اجا اقول لك اداء النهاردة مزباس كتير ده مثلا اولايا في الفنية تنام معنديش مشكلة انه درأيك ويحترم لكن انت بتتكلم على حاجة تانية برد الكورة ماكيش حاجة في الكورة اسمها نحس ومش نحس يمكن الكابتل ردع عنده طبعا بعض التصريحات اللي هي بتبقى دايما بتعمل ترينج دات كتير واللي ولد حس نفسه مضهوت يعني وعايز اقول لك على حاجة هو مين بياجي بكابتل ردع يعني ردوا هل مطلوب ان احنا الرد اكتر من اللي تقل ده؟ والله يا عزاد زبرين ماما لا 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 انه برضو الكلام عن امام عشور لانه حتى في المنطقة دي لو فيه مدرب هيشتغل بالدجل ده والجهل ده من اقوى الصفقات اللي جاتي النادي الاهلي في هذا العقد امام عشور طبعا طبعا لكن رضا عبدالعال هو لو النحس ده معيار معتمد تسمي ايه مدرب يمسك فرقة في الدورة الممتاز ينزلها درجة تالتة مش تانية لو هناخد بالنحس والفحص والكلام الفارغ ده في الكورة قل الكلام ده تسميه ازاي لكن هل يقبل كل ده؟ هل يقبل ان دي لغة اعلام تخاطب رأي عام؟ يا جماعة مصر مصر الرياضية اكبر من كده بكتير واكبر من الادماغة دي بجد لما يبتدي اعلام خارجي عربي شخيق يتهكم علينا من هزي المال من اعمالكم سلت عليكم هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل ترجمة نانسي قنقر